السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو طانع طانع اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم الله رسول الله لي أفضل صلوات على بالي مع هاته السخنة هذا وشيليق اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم قراتان في الفرن فقط بالبطاطا بدون لحوم بدون دجاج تحضره في وقفة يجي مشمخ ويجي بزاف بنين أنا زي ترافقته مع شوية عصلاته لدرتهاب الخيار وطماطم ولا فينيجرات وكمية من زيتون كاسي لشيتون من برا باش نزكيوا طبق تعنا على بالي هذ الأيام مع هذ الجو الحار بزاف من النساء اللي يهربوا من الكوزينة يحبوا يخدموا أو يحضروا حاجة خفيفة ربي يجي بالخير تابعوا الفيديو من الأول الأخير مشاهدة متعة للجامع لابدأوا بركة الله أول حاجة عندي كمية من البطاطا الكمية ترجحس بعد أفراد العائلة وطبيعة الحال بعد ما قشروا البطاطا تعنا راح نقطعها على شكل دوائر أو شرائح بهذا الشكل حاولوا ما ترقوش البطاطا تعكم بزاف وما تخشنوهاش بزاف بعد ما قطعت الكمية كاملة تع البطاطا نحطها لجهار ونجيبوا حبة تعبصل راح نقطعها أيضا على شكل شرائح ولكن نحاولوا ترقوها ومن الأحسن أنكم تستعملوا هذه البصلة الموف ما تستعملوا ش البيضة ما لا بل إش أنا تعجبني هذي الموف ما لا بل إش علاش المهم بعد ما قطع هذه كل الحبة تعبصلة تعنا راح نخدموه إلى صوس اللي راح نرفقوها لقراتينتانا نجيبوا هذي البلندر تعليجوا راح ندير زوج حبة تعطماطم أحاولوا تقشروها نحاول هذي كل القوشور عندي أيضا كمية من معدنوس عندي كمية من فلفل أحمر توابل عندي أيضا كمية من الكسبر شوية تع الملح عندي شوية تع الكركم شوية تع زنجابيل وعندي ملعقة صغيرة تعطعمات كونسنترية عندي أيضا كعبة انتع مراق الدجاج جونبو وعندي أيضا كمية من زيت ناباتي كما ممكن تستعملوا زيت زيتون وعندي ربع كاس انتع الماء ورح نميكسيو هذ المكوينات كان مع بعض حتى نتحصلوه على خالة ليكون متجنس جوز اللي هنا تميكسيو ان هذوك المكوينات كان مع بعض نطفيو البلندر تعنا وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه سينو اللي ما عندوش هذ البلندر يدير بالبراميكسور واللي المهم يربي طماطم ويضيف هذوك المكوينات كما تحبو بعد ما وجدنا هذي كلاسوس انا حبيت اليوم نشارك معكم هذا البلندر اللي يجبتم عند فاتفة ديزاد لاباج هذي راي معروفة ودائما نبرتجي معكم الحويج تاحا اليوم هذا البلندر من سويس دوز اونا فيه الطاص الكبير وفيها الطاص صغير الطاص الكبير معروف تقدر يدير به البغري تقدر يدير به الليجو تقدر يدير به بزفع فيس اما هذا الطاص دوز يام الصغير هذا تقدروا ترحيو به الجاش تقدروا ترحيو به لزي بيس ترحيو به البوكسارات يعني والله العظيم غير راح يساعدكم بزا بزاف في المطبخ السعر تعه مليون وخمسين الف الأرقام بتاع الهواتف بالنسبة للناس اللي حابة تطلب هذا البلندر هذا أرقام من هذا فنخلي تهم لكم كامل أسفل الشاشة وأيضا راح نخلي لكم المعلومات الكاملة في صندوق الوصف وكما قلتكم هذا البلندر دوزونا هذا راح تحتاجه في المطبخ وينحي عليكم هم كبير ويرحي بزاف حواجي والله العظيم غير راح يساعدكم بزاف في المطبخ نرجو لكم الوصفة تعنا نجيبوا لهنا بلاتو راح ندير كمية من زيت نباتي ولا زيت زيتون كما تحبوا نمشيوا مليح هذه الزيت على بلاتو وبعد نجيبوا هذه الكمية على الباطاطا اللي قطعناها مع بعض كما قلتكم باطاطاتكم حاولوا ما تقطعاش خشينها بزاف وما تلقوهاش بزاف باش من بعدها كتحطوها بالفرن ما تديركم مش وقت كبير نزيدوا نضيفوا أيضا هذه الكمية نتعال بصلة تحبوا إذا كانوا عد أفراد لها إلا في الدار أربي بار يعني بزاف تقدروا تضعفوا المقادر عندي أيضا هنا ملعقة ونصف انتانشة وكمية من الملح وراح نخلطوا هنا هذ المكونات كامل انتوما أنا بماء نوراني نصور لكم انتوما تقدروا كلش في باسينة ولا في ريسي بيونها كالتكون واسعة باش يعني تخدموا آلاز نخلطوا هذ المكونات كامل نحاولوا هذيك الملعقة ونصف انتانشة نمشيوا على كامل هذيك الباطاطا وهذيك البصلة ومبعد نروح نجيبوا العصوص كما كنت شوفوا هذ البلا سهل وسريع والبنة خرافية والله العظيم غير البنته خرافية صرتوا هذيك الكعبة هذي كتاع جونبو زي تعطيتوا واحد البنة روعة اللي يحب ولا اللي يحب ما يديرش الجونبو يعني يخاف منه ويقول لك باللي غير صحي ما يديرش عادي يكتفي بهذوك التوابل والله هنا حاولت أنا استعمل قفزات أحسن أحسن باش نمشيوا هذيك اللامارينات هذيك اللي خدمناها مع بعض أو هذيك العصوص نمشيواها مليح على هذيك الباطاطا واللبصلة بعد ما وزعنا هذيك العصوص مليح ذوكوش راح نديرو رح نجيبوه الورق الطهي حاولوا تشمخوه باش تقدروا تحكمو فيه بكل سهولة وروح نجيبوه أيضا عود ثقاب ونحاولو نثقبوه هذك البابي دو كويسون كامل باش طيب لنا هذيك الباطاطا بالخف ونبادل هنا نزيدو نغطيه بالأليمينيوم مليح باشي طيبنا كما قلت لكم بالخف وهذيك الباطاطا طيب لكم زبدة أنا صراحة هذي الباطاطا يعني في طيب تحف الفرن داتي حوالي ساعة الفرن طيب نشعلها مسبقا على 180 درجة نفوتو لبلاتي على مدة ساعة إذا شتوا الباطاطا تاكم جبتوها وتستيتو لقيتوها ما طبتش عاودوزي دور رجعوها خليوها نصف ساعة أخرى المهم من ساعة لساعة ونصف وحسب الفرن طيب ممكن حتدي لكم من الساعة فقط هنا بعد ما طابت نحيط لك الأليمينيوم نحيط لك ورقة طهي درت لها شوية تعال معدنوس وذكر رح نقدموها في طبق التقديم كما قلت شوفوا البطاطا تاها هي طيبة زبدة وكما قلت لكم هذي القراطا أيضا يجيكم مشمخ ما يجيش ناشف سهل سريع وبيدون لحوم بدون دجاج شوفوا هنا هذيك الأسوس روعة تغمسوا بها بالنسبة للناس اللي حبوا التغماس رح يساعدهم هذا البلا بالبزاف وأنا حبيت أيضا كما نقولوا نزكي البلا تاعي والنوع أيضا فيه درت لها حكمت حبات أخيار مع حبات أعطماطم قطعتهم وربعات صغيرة ودرت لهم رفينيقرات هذه خل وزيت زيتون شوية الملح شوية الفلك حل وشوية أثون تحبوا يديروا معها البصلة كما تحبوا وكان عندي زيتون كاسيه في الدار أيضا ضفته بش يجي طبق تاعي متنوع وأيضا في نفس الوقت يجي كما نقولوا إحنا يا زاكي وهذه هي الوصفة تاناة عنها اليوم نتمنى أنها تنالإعجابكم وتجربوها ما بقناة نقول لكم شاهدكم بالصحة إذا عجبتكم الفيديو تاناة عنها اليوم عليكم وليس تكثروا لي من اللجام تكمنتوا ليس في الله فيديو وإذا عجبتكم قناتي مع عليكم إلا دلوا اشتراك ولا أبني ولا سبسكريب تفعلوا زر الجرس بشرس لكم كل جديد انتعب ما بقناة نقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش الدعموني في الانستغرام في تيك توك في الفيسبوك كرواب طرح نخدم لكم أيضا في صندوق الوصف وهذه هي تهلا الله في روحكم تلقوا في عدد آخر مواسفة أخرى والسلام عليكم